ترشيد الموارد المائية ووضع بدائل متنوعة لمصادر المياه استراتيجية حكيمة أرستها الدولة المصرية حتى عام 2050 بتكلفة تبلغ 50 مليار دولار وقد تصل إلى 100 مليار دولار كما وضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاورة تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ولعل أهم المحاور التي تعمل الدولة على تنفيذها هو توفير مصادر مائية إضافية كالاستفادة من مياه الصرف ومعالجتها لخدمة أهداف التنمية والزراعة ومن أهم هذه المشروعات مشروع مصرف المحسمة الذي تم إنجازه في عام واحد وتبلغ طاقته الإنتاجية مليون متر مكعب يومياً وتساهم في ري نحو 100 ألف فدان وسط سيناء كما تم تنفيذ مشروع أكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم وهي محطة بحر البقر التي تضخ نحو 5 ملايين و600 ألف متر مياه يومياً لسيناء وهي مياه معالجة ومتطورة وستضيف حجماً كبيراً جداً من الزراعة يصل إلى 500 ألف فدان كما تم تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف باب رواش وهو أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة التي تغدم نحو 9 ملايين مواطن وغيرها من محطة معالجة المياه كذلك يعمل المشروع القومي لتبطين الترع على خفض ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية على طول مجرى النيلة عن طريق إعادة تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع والمصارف إلى جانب ذلك تعمل الدولة على تحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية وتحديث منظومة ريا وتغيير النمط والسلوك الزراعية وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة وذلك في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصرية وتوجهات رئيس السيسي باستغلال والحفاظ على كل قطرة مياه تمتلكها مصر ترجمة نانسي قنقر